اعلن المبعوث الاممي الى سوريا ستافان ديمستورا انه تم التوصل الى جدول اعمال واضح في ختام جولة المفاوضات بين ممثلين نظام والمعارضة سوريتين في جينيف مردفا انه يخطط بناء على تلك المناقشات الى دعوة الاطراف السورية لجولة مفاوضات خامسة في وقت لاحق من شهر مارس اذار الجاري الى جولة خامسة تذهب مفاوضات جينيف حول سوريا المفاوض الدولي الى سوريا ستافان ديمستورا يهدف مع نهاية الجولة الرابعة الى جمع طرفي الصراع في سوريا قبل نهاية شهر مارس اذار الجاري فالحل كما يرى لا يمكن ان يكون الا سياسيا واصفا الحل العسكري بالوهم مشيرا الى انه يدعم تشكيل وفد واحد للمعارضة وانه سيواصل جهوده في هذا الاتجاه منوها الى وضعه ورقة باثني عشر مقترحا تشكل ارضية مشتركة للحل في سوريا اهم بنود هذه الورقة وفق تسريبات احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامتها الاقليمية ووحدتها ارضا وشعبا حماية تمتع سوريا بالمساواة التامة من حيث السيادة الوطنية وعدم التدخل في شؤونها للشعب السوري وحده الحفاظ على مستقبل بلده بالوسائل الديمقراطية ودون اي ضغط او تدخل خارجي سوريا دولة دمقراطية وغير طائفية تقوم على المعتنط والتعددية السياسية وسيادة القانون والفصل بين السلطات الالتزام بالوحدة الوطنية والتمثيل العادل والادارة المحلية الذاتية للمحافظات استمرارية عمل الدولة ومؤسساتها العامة واجراء الاصلاحات الضرورية الحفاظ على القوات المسلحة لتحمل حدود الوطنية وتتصدى للتهديدات الخارجية وفقا للدستور على أجهزة المخابرات والأمن أن تركز على صيانة الأمن الوطني وتتصرف وفقا للقانون رفض غير مشروط للأرهاب والتعصب بجميع أشكالهما احترام حقوق الإنسان والحريات وإيجاد آليات قوية لحمايتها احترام الهوية الوطنية السورية وتاريخها القائم على التنوع الديني والعرقي دعم رقيقي الحال والضعفاء والعجزة والفقراء وضمان حق اللاجئين في العودة إلى ديارهم إذا رغبوا في ذلك ديمستورا شدد على أن مباحثات أستانا ومفاوضات جينيف يكملان ويعززان بعضهما البعض وأن الأمر يتعلق بالمحافظة على وقف إطلاق النار والبدء فوريا في بناء الثقة ومكافحة الإرهاب